خلينا نخطب مع اليوم السابع والأوضاع الإقليمية وتحديدا الحرب في غزة مستوطنون يقتحمون الأقصى وإسرائيل ترفض ادخال 3000 شحنة لغزة في إطار استمرار القصف المتواصل واستهداف محيط المستشفيات وكمان إغلاق معبر رفح الحدودي ومعبر كرم أبو سالم ومنع ادخال 3000 شحنة مساعدات يعني أنا أذكر لسه من كم يوم بعد اكتياح رفح ومصر رفض التعامل مع الإسرائيليين لحين عودت سلطة المعبر من الجنب الفلسطيني للسلطة الفلسطينية ووقتها اتهمت إسرائيل مصر اتهمت بطلة بأنه مصر تمنع دخول المساعدات إحنا بنشوف دلوقتي هي التي تمنع دخول المساعدات نحن على مدار سبع شهور وأيام تقريبا اليوم 226 سبع شهور وأيام على الحرب ما بنشوفش إلى كل يوم والآخر يعني كذب وتدليس من دولة الاحتلال اتهمت لمصر طول وقت بما تفعله هي احنا بنتكلم أنه الحرب واضحة يعني بينا أمام العالم مش محتاجة أي إشارات أنت بتتكلم عن 35 ألف شهيد حتى الآن ويزيد وده آخر إحصائية بالمناسبة اللي كانت من 48 ساعة أكثر كل ساعة في شهداء أنت عندك زيادة بتتكلم عن 79 ألف مصاب بتتكلم عن ألاف المفقودين تحت الانقاط بتتكلم عن مقابر جماعية من يومين كنت بقى الخبر أنه تقريبا دي المقبرة الجماعية رقم سبعة اللي لقوها في غزة فأنت بتتكلم منه الجرائم الإبادة الجماعية شهدة واضحة الدولة المصرية بتقوم بدور مهمة جدا فيما يجري في غزة على المستوى الإنساني من خلال التحالف الوطني تقريبا لما حصل حصر من أيام بما يتعلق بالنسبة 100% من الشاحنات أو المساعدات اللي دخلت غزة كان التحالف الوطني ساهم بالـ 80% من هذه المساعدات معبر رفح كان شغال على مدار 24 ساعة زي ما كان بيقول الرئيس عبدالف التحسيسي لمدة 30 يوم قبل سيطرة دولة الاحتلال على الجانب الفلسطيني عليه مصر بترفض التعامل معها من خلال المعبر لأن ده إقرار بأمر الواقع من خلال إدارة دولة الاحتلال لغزة مصر في النهاية على لسان قائدها وضعت ثلاث خطوط حمراء طولت في القضية الفلسطينية من تقريبا كان الرأي المصري والرؤية المصرية كانت ساقيبة من 7 أكتوبر بنتكلم أنه مصر تكلمت عن التهجير للفلسطينيين ورفضته قطعا عن تصفية القضية الفلسطينية ورفضتها قطعا على لسان الرئيس ووزير الخارجية وعلى لسان كل المصادر الابنية السيدة اللي بتتكلم وبتصرح سواء كان القاهرة الإخبارية أو كل القنوات بتتكلمت عن أن السيادة والأمن القومي خط حمر بنتكلم عن ثلاث أبعاد مهمة جدا حطتها أو ثلاث خطوط حمراء حطتهم القيادة السياسية وتصور أن هم مكملين طوال الوقت لأن الموقف فيهم سابت الأمن القومي المصري خط حمر مش معنى أنه فيه تفاوض فهيكون فيه إخلال بالأمن القومي المصري لأنه ده مش هيحصل إحنا كمان أيضا ما فيش تهجير للفلسطينيين من أريضهم لأن ده هيساهم بالتبعية لإنهاء القضية الفلسطينية زي بقى الرئيس عبدالفتاح السيسي إحنا لو بصينا حضراتكم ليه سبع شهور فاتوا وبصينا على حجم بس أنا هكلمك في بعد واحد بس حجم عدد المسؤولين اللي التقاهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار سبع شهور وأجرى معهم اتصالات هاتفية أو استقبل منهم اتصالات هاتفية أنا بنتكلم عن عدم ضخم جدا تقريبا المئات كل ده من أجل القضية الفلسطينية الدولة المصرية سبع شهور وأيام في الملف الخارجي مصر كمان عقدت من ننساش قمة السلام قمة السلام يعني بعد فترة قليلة من اندلاع الأحداث ومصر كان لها دور رئيسي في تغيير وجهة نظر الدولية ولهجة رؤساء وزعماء الدول الغرب تجاه القضية الفلسطينية